موسيقى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ما هي منطلقات وأسس البناء الأسري في الإسلام وهنا نتحدث عن سؤال المرجعية وهو سؤال محدد ومصيري فالأسرة بين خيارات ثلاثة وبين مرجعيات ثلاث مرجعية الفكر الوافد ونتحدث عن المرجعية الغربية الحداثية ومرجعية الفكر الجامد ونتحدث عن مرجعية التقاليد والأعراف والفهم السقيم للدين والمرجعية الثالثة هي مرجعية الوحي المعصوم والمرجعية الحداثية لها سياقها التاريخي ولها رؤيتها وفلسفتها فهي نتاج صراع مرير انتهى بإقصاء الدين الكنسي وتأليه العقل الفلسفي ونشأت في جو صراعي بين الظكر والأنثى وألغة المطلقة من حسابها فهي مرجعية وافدة من خارج الديار ولا تلائم البتة طبيعة المجتمع المسلم ولا الفرض المسلم ولا الجماعة المسلمة والمرجعية الثانية هي مرجعية الفكر الجامل الذي يستلهم نموذجه من الأعراف والتقاليد إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون وتنبني على فكر حرفي ضيق قاصر للشريعة الإسلامية ومبادئها السمحة والخيار الأمثل والنموذج الصحيح والسليم هو مرجعية الوحي المعصوم والفهم السديد لدين الله عز وجل شريعة ومقاصد وقيم وأخلاق ومبادئ فقد أحاط الإسلام الأسرة بمنظومة أحكام وقيم محددة وواضحة وسديدة ورافق الأسرة في جميع مراحلها قبل التأسيس وأثناءه وبعده وفصل في أحكامها في القرآن الكريم ثم جاءت السنة المطهرة الشريفة وقدمت النموذج العملي التطبيقي للأسرة النموذجية الناجحة وللزوج الحنون والأبي البار وللعلاقة الطيبة وللحياة الطيبة وعندما نتحدث عن مرجعية الوحي ومرجعية القرآن والسنة فطبعا نتحدث عن الفقه الجامع الذي يجمع بين الأحكام والمقاصد والذي ينبني على اجتهاد مقاصدي سديد والذي يراعي الفروع والأصول والجزئيات والكليات في رؤية شاملة متكاملة لقضية الأسرة في مكوناتها الأساسية وفي علاقاتها الممتدة بباقي مؤسسات المجتمع والأمة والمنطلق الثاني هو الحكمة البشرية فالإسلام لا يمانع في النافع من العلوم والمعارف ونتحدث في عصرنا عن العلوم الاجتماعية والتربوية والنفسية وهل مجرة فينبغي أن ننفسح على هذه العلوم وأن نستفيد من الحكمة البشرية فالحكمة ظالة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها فنجمع بين فقه النص وفقه العصر وتتكامل الرؤية بين الوحي المعصوم وبين الحكمة البشرية التي أمرنا بالأخذ بها والانتفاع بها فهذه هي المنطلقات المحددة والأساس التي ينبغي أن نستند إليها في تنظيرنا وفي تأسيسنا للأسرة المسلمة بإذن الله تعالى ثم ما هي الأسس والركائز التي يتأسس عليها البناء الأسر نتحدث عن الأساس الإيمان أساس التقوى قال الله تعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفى جورف نهار فانهار به في نار جهنم فكل بناء ينبغي أن يؤسس على تقوى من الله وعلى بينة وبصيرة والأسرة من أهم المؤسسات التي ينبغي أن تؤسس على هذا الأساس فالعلاقة الأسرية ليست علاقة جسدين وشخصين فحسب وإنما هي علاقة إيمانية علاقة تعبديية وفي بضع أحدكم صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أحد الصحابة يا رسول الله أن يضع أحدنا شهوته ثم يأخذ عليها الأجر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن وضعها في حرام أن يكون عليه وزر ففي العلاقة الجنسية الغريزية يؤجر الإنسان إذا استحضر النية الحسنة والمقاصد الجليلة وحتى اللقمة يضعها الإنسان في في مرأته صدقة وأفضل درهم من ينفقه الإنسان وذلك الدرهم الذي ينفقه على عياله والسعي على العيال جهاد وأي جهاد فهذه المعاني تنقل العلاقة بين الزوجين من العلاقة العادية إلى العلاقة التعبذية فيسعى كل طرف إلى طاعة الله في الطرف الآخر ويجعل من هذه العلاقة مطية إلى نيل الزلفة عند الله عز وجل فتكون النتيجة الحياة الطيبة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة شرطان إيمان وعمل صالح ونتيجة حياة طيبة سعيدة والأساس الثاني هو الأساس العاطفي الوجداني فالعلاقة بين الزوجين ينبغي أن تسودها المحبة والألفة والرحمة فكلما كانت العلاقة وطيدة بين الزوجين على المستوى الوجداني والمستوى الروحي فالأرواح جنود مجندة فما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف فهذا الأساس الوجداني العاطفي يقوي ويمتن البناء الأسري ثم الأساس الثالث هو الأساس الخلقي السلوكي خلق رفيع ومعاملة طيبة خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم فيحرص الزوجان على المعاملة الطيبة والخلق الرفيع والكلمة الطيبة الحسنة والعشرة بالمعروف ويسعى كل طرف إلى التقرب إلى الله جل وعلا بالإحسان إلى الطرف الآخر فالزواج يبنى على المكارمة والإحسان لا على المشاحة والطغيان ثم الأساس الأخير هو الأساس الوظيفي فلكل من الزوجين وظيفته المحددة فللزوج القوامة وللمرأة الحافظية الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانسات حافظات للغيب بما حفظ الله فالقوامة قيادة رحيمة سديدة راعية حانية فالزوج هو الربان الذي يصهر على إيصال الباخرة إلى بر الأمان وشاطئ النجاز والمرأة حافظة تحفظ زوجها في شرفه وعرضه وماله وتحفظ الفطرة من الضياع وتحفظ الأجيال أجيال المستقبل فهما دوران يتكاملان ولا وجود للصراع الذي عاشته التجربة الغربية فعندنا التكامل بين الزوجين ولا يوجد التصارع والتطاحن والبحث عن الغالبة فهذه الأسس والمنطلقات من شأنها أن تؤسس لنا بناء أسريا مسينا يحقق الغاية والمقصود ويجعل الأسرة تقوم بوظائفها المنوطة بها نسأل الله تعالى أن يرزقنا السداد والرشاد والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة